من القاهرة ينضم إلينا دكتور جمال نكرومة الخبير في شؤون الإفريقية دكتور ما تقييمك لأعمال اليوم الأول للجماعات سد النهضة في ظل بيان الخارجية المصرية المرحب بهذه الاجتماعات؟ طبعا إنها خطوة جريئة وجديدة وإن شاء الله تكون البداية في تسوية لهذا النزاع طيب مشاركة مراقبين من وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي هل سيسهم في التوصل قريبا إلى اتفاق؟ نعم أعتقد ذلك لأن وجود الدول الخارجية خارج منطقة نهر النيل حود نهر النيل مهمة للغاية لتسوية الخلافات المختلفة في المنطقة طيب ما هي الخلافات التي يمكن أن تلعب بها أو يلعب بها الطرف الرابع أو الوسيط يلعب بها دورا مهما في اجتيازها؟ طبعا أهم هذه الخلافات هي على تحديد نسبة المياه لكل الدولة من أعضاء المجموعة مجموعة حود النيل فهناك يعني الخلافات المختلفة يجب تسويتها وفي أقرب فرصة وأيضا يجب تسويتها على المدى البعيد أيضا وليس القصير فقط وزير الرية لإثيوبي أعلن اكتمال 85% من أعمال بناء السد هل يعني ذلك أن إثيوبيا تستخدم المفاوضات كوسيلة لكسب الوقت حتى تكمل مشروعها؟ لا مفر من طريقة المفاوضات لأنها حساسة جدا هذه منطقة حود النيل ومنطقة حساسة جدا والصراعات الدولية والإقليمية فيها في غاية الأهمية تسوياتها حتى تستنفع دول المنطقة جميعا بموارد النهر العظيم الدكتور جمان كرومة الخبير في الشؤون الإفريقية شكرا جزيلا لك أنت معنا من القاهرة ترجمة نانسي قنقر